بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة والأخوات بدرسنا جديد من دروسنا في كتاب الحج في السلسلة الفقهية المبسطة عن مذل الإمام أبو حنيفة وقد وصلنا إلى باب الجنايات إذا إنسان ذهب إلى الحج وارتكب جناية هناك فبدأنا في هذا الكتاب وإن شاء الله سننهي هذا الكتاب اليوم ثم نبدأ بفصل جديد إن شاء الله وصلنا في الدرس الماضي إلى هنا أوصام ثلاثة أيام الله يبارك فيكم جميعا إذا أنت أول مرة بتتابعني فبنصح أن تروح تتابع السلسلة من أولها إذا كنت بدك تحج فتتابع بين كتاب الحج من أوله إلى آخر الحلقة وصلنا بها إلى هنا يعني إنسان لازم يعرف قبل ما يطلع يحج يعرف شو في إله وشو في عليه ممكن إنسان يطلع مثلاً يحج هناك فبدأ ما يرجع وليس لديه أي ذنب يرجع عليه جنايات ويرجع عليه آثام فمشكلة إخوان كرام ممكن تكون هذه الحجة هي الحجة الأولى والأخيرة في حياته يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني لازم نحن نعرف كيف بدنا نحج طيب نبدأ على بركة الله قال هنا والتي توجب أقل من نصف صاع هون والتي توجب أقل من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة حجي يعني أميل أو فراش أميل ففي شيء بالنسبة لموضوع الأمل يعني الأملة هل هي في عليها جناية قال توجب أقل من نصف صاع نصف صاع تقلمنا اللي هو كليين أمح أو قيمتهم أو ما يعادلوا قيمتهم فهنا بيطلع كيلو تقريبا أقل من نصف صاع الصاع وأربعة كيلو نصف صاع كليين أقل من نصف صاع تقريبا كيلو ما لو قتل قملة أو جرادة حتى ولو أنه مسكت الفراش مسكت هذا الفراش وزتيته برا والأملة ماتت كمان ويجب عليك صدق صول يعني حتى أنه ما قتلت أنت بإيدك مسكت الفرشة زتيته برا فهي الأملة ماتت فيتوجب عليك صادقة أو جرادة فيتصدق بماشا أدبش بدك أنت تصدق صدق ما في مشكلة قال والتي توجب القيمة والتي توجب القيمة هنا وصلنا التي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله نجيب لحنا اثنين عدول ومن قيم هذا الصيد الذي قتله شاف غزال فاستاده فهون شو منساوي لحنا نجيب عدلين لما كان الموجود فيه الصيد اللي أتله فيه مملك دوم نروح فيه قال هنا فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا يعني صار هذا الغزال حقه هدي كامل فله الخيار إن شاء اشتراه وذبحه يعني اشترا هذا الهدي وذبحه أو اشترا طعاما وتصدق به بكل الفقير نصف صاع من بر أنت مخيّر إما بتجيب تدباح أو بتتصدق بلكل فقير نصف صاع أو صاما عن طعامي كل مسكين يوما بسوم عنه يوم مو أنه مثلا يحتسب أنه نص نهار ويصوم نص نهار لا ما في شيء اسمه نص نهار أو صاما يوما وتجيب قيمة ما نقص بنتفي ريشه يعني قاعد في الحرام فهو قاعد في الحرام اجت حمامة فمسك الحمامة بلش بقى ينتف ريشه قال هنا وتجيب قيمة ما نقص بنتفي ريشة الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به فهون نحن نجيب كمان شخص نقول له هلأ هذا الطائر اللي هلأ بريش دشح أو بدون ريش دشح كمان ندفع القيمة وقطع عضو منه يعني إذا كان في السامن كمان مقطوع العضو منه يعني مقطوع رجل مقطوع إيد كمان لا يمنعه الامتناع به وتجيب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتفي ريشه يلا وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاتم بقتل السبع وإن صال لا شيء بقتله يعني إذا صال هذا السبع وجه بده يأتلك ويأكلك فلذلك بده تقتله إجبار يعني ولا شيء عليك ولا يزيء الصوم بقتل الحلال صيد الحرم صيد الحرم إخوان الكرام يعني للحاج ولا غير الحاج لا يزيء الصوم أبدا عليك جزية قال ولا بقطع حشيش الحرم حتى حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه ما بإمكاننا نحن نقرب صوبه بنوب أبدا قال ولا يقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس يعني واحد مثلا زارع بأدونس واحد زارع كذا فما في مشكلة وحر ما رأيه حشيش الحرم أبدا لو شو ما كان ما منقرب لحنا صوب حشيش الحرم ولا طيور الحرم هناك وقطعه إلا الإذخر والكمأة الإذخر هو نبات معروف أخوان الكرام له رائحة جميلة وطيبة هذا مسموح والكمأة هي عندما تتشكل الصوايق أخوان الكرام وتضرب الأرض فتخرج هذه الثمرة سبحان الله ما بتخرج فقط في الصعيق وهي غالية الثمن يعني باهظة الثمن ويقال أنها لذيذة أنا بصراحة ما دلتها يعني فان شاء الله مندوء بإذن الله إلا الإذخر والكمأة تمام هنا تمام الآن نأتي إلى فصل وهو ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد والسلحفا وما ليس بصيد حننهي هلأ نحن هذا الفصل الأخير قال هنا الهديو أدناه شات وهو من الإبل طبعا له الأعمار محدد إخوان الكرام الهديو أدناه شات وهو من الإبل والإبل خمسة فما فوق خمس سنوات فما فوق والبقر سنتان فما فوق والغنم كمان أيضا الغنم إخوان الكرام سنة فما فوق إذا كان عمره ستة شهور ووضعناهم مع عمر السنة وما فرعنا بيناتهم كمان جازة ذلك وما جازة في الضحايا جازة في الهدايا ما جازة في الضحايا جازة في الهدايا والشات تجوز في كل شيء بس إلق عليك دم معناته هي شات إلا في طوافي الركن جنوبا هنا إلا في طوافي الركن جنوبا إذا طفت أنا الركن طوافي الركن جنوب فهون علي بدنه ووطئه بعد الوقوف قبل الحلقي صار عندهم منه جماع هو محرم وبعد أن وقف بعرفات ونفر من عرفات وطأ زوجته قبل أن يتحلل ففي كل منهما بدنه عليه جمال إدبع جمال وخص هدي المتعة والقرام بيوم النحر فقط اللي دخل متمتع ودخل قارن خص ذلك الذبح والهدي في يوم النحر فقط وخص ذبح كل هدي بالحرم بالحرم ذكرنا نحن حدود الحرم ما هي إلا أن يكون تطوعا عنده تطوع عنده هدي تطوع يعني جاب معه ساق الهدي وتعيب في الطريق إلا أن يكون تطوعا ألا ذكر مسألة أخرى هو ألا ذكر أنه هني كيف في الحرم بس هو ذكر إلا أن يكون تطوعا ساق هديا معه ساق جمال ساق بقرة ساق غنم وتعيب في الطريق انكسرت رجلا انكسر رأسا انكسر إرنى فينحر في محله منحر في محل الذي أسرت به ولا يأكله بمنا أبدا لا يأكله بمنا بيأخذه مثلا بيأخذه مثلا ويذهب إلى منا ويأكله هنا قال وفقير الحرم وغيره أو وغيره سواء وفقير الحرم هنا وغيره سواء مو فقط لفقير الحرم من طعم في فقراء عند مننا في القافلة طيب إذا أنا في مسألة مهمة جدا إخوان الكرام إذا أنا مثلا بدي أتباح خاروف وهذا الخاروف اللي بدي أتباحه بدي طعمي منه الفقير اللي عند مني بس أنا في عند مني بالقافلة أغنية لا يزئ ذلك إذا أكل غني لا يزئ فشو من ساوي إذا كان إنسان متفقه في الفقه ماذا يفعل يأتي إلى الفقير يعطيه هذا الخاروف وبالتالي هذا الفقير بإمكانه أن يطعم الناس كلها الله ما علمنا تمام قال وفقير الحرم وغيره سواء مونا وقت اختص في فقير الحرم لا ففي خراء عند مننا بالقافلة طالعين كمان قال وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط منقلدها منحط الله قلادي كانوا في أيام المشركين عندما يرون الناقة مقلدة فيعرفونها بأن هذا هدل الحرم فلا أحد يؤذيها قال وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط أما خاروفا فينا نقلده نحن فقط ويتصدق بجلله وخطامه بتصدق فيهم ولا يعطي أجر الجزار منه ما يعطي أجر للجزار ولا يركبه بلا ضرورة إذا أنت بدن تجيب هذا الهدي من مكان بعيد فما بتركبه طيب ممكن تهلق على الطريق لا نركبه إذا كان فيه هلاك بالنسبة موضوع هذا فنحن نركبه ولا يركبه بلا ضرورة إذا فيه ضرورة نركبه ولا يحلب لبنه ضرعة عبى لبن حليب ما نحلبها أنه كل يعتها صارت للحرم ممكن تحلب هذا الحليب وتتصدق به على الفقراء وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاح أو بالنفاح يعني منجيب مثل مثلا شيء ماء بارد ويبلش على ضرع هذه البقرة حتى يعني لا تطلع الحليب ولو نذر حجا ماشيا لازمه إذا إنسان نذر نذر أنه يحج ماشي يعني هذا مشكلة والله مشكلة بالنسبة الموضوع النذر إخوان الكرام يعني جل ما يتكلم به الناس الآن بالنسبة للمواضيع يعني تقريبا 60% هي النذور نذرت ولا يستطيع الوفاء بالنذر نذر أن يصوم سنتين لا يستطيع الوفاء بالنذر نذر أن يصوم اختنين وخميس وابحسين ما بقدير طيب ليش ركبت على حالك أنت هذا النذر يعني إن شف الله مريضي نذرا علي إن شف الله مريضي لصوم خمس سنين بدأت صومه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه طيب ولو نذر حجا ماشيا لازمه بدك تروح أنت في سوريا في الأردن في تركيا بدك تمشي ممكن إذا أنت بدك تروح عن حالك هذا النذر تطلع بالطيارة وبتصل عند الميقات نهنيك بتأحرم وتمشي تمشي لحتى توصل للحرب سقط عنك النذر طيب في حال ما ساويت هذا الشي يعني قال هنا ولو نذر حجا ماشيا لازمه ولا يركب حتى يطوف للركن ما بيركب نهائيا أبدا فإن ركب أراق دما صار عليك شو ذبح وفضل المشي على الركوب للقادر عليه ووفقنا الله تعالى بفضله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هنا انتهينا من الدرس إن شاء الله من هذا الكتاب باب الجنايات وإن شاء الله نبدأ معكم في فصل في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا نطيل عليكم لا تنسوا دعم القناة والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات لتكون لكم ولي صدقة جارية فالدال على الخير كفاعله كما قال رسول الله صلى الله وعلى الله بكم وأحسن الله إليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة